السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم إخواني شو أخباركم؟ معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf اليوم إن شاء الله بها الفيديو زي ما أنتوا شايفين جاي أحكي عن طريقة تشغيل ألعاب الـ PSP أو للي ما بعرف شو هي الـ PSP اللي هي عبارة عن البلاي ستيشن الصغير زي ما أنتوا شايفين بصورة أمامكم زي ما أنتوا شايفين أنا حالياً بلعب لعبة Dragon Ball Z على تليفون الأندرويد اللي هي طبعاً لعبة الـ PSP فإذا كنت حابة تعرف كيف ممكن أنك تشغل ألعاب الـ PSP على جهازك الأندرويد خليك معي ويلا ننتقل إلى الشرح أهلاً وسهلاً فيكم من الجديد إخواني زي ما أنتوا شايفين إحنا محتاجين بهالشرح لمحاكل PSP اللي اسمه PPSSPP طبعاً هو فيه نسختين نسخة الـ Gold اللي هي المدفوعة اللي أنا حالياً أمنزلها ونسخة مجانية عادي ما فيه مشكلة نزل النسخة المجانية أنت من الجوجل بلاي أو من خلال مدونتي ورابط التدويني موجود تحت الفيديو بالوصف وكمان محتاجين لأي تطبيق ممكن أنه يفك ضغط الملفات المضغوطة مثل برنامج الـ ES File Explorer أو الـ WinRAR عشان نفك ضغط الملف تبع اللعبة ونجيب ملف الآيزو اللي هو بصيغة ISO تبع اللعبة عشان نفتحه على المحاكية ونلعب اللعبة وزي ما أنتوا شايفين فيها الموقع كل هاي ألعاب موجودة داخله ألعاب كثيرة جداً لا تعد ولا تحصى للـ PSP بإمكانك من خلاله أنك تنزل اللعبة اللي أنت بدك إياها زي God of War, Dragon Ball ألعاب الـ PSP أو ألعاب لبلاستيشن بشكل عام بإمكانك نزلها من هالموقع فرح أكون تارك لك رابط داخل مدونتي ورابط التدويني موجود تحت الفيديو بالوصف أول إشي بنزل المحاكية بعدين بنزل أي برنامج لفك الضغط بعدين بنفوت على الموقع لداخل مدونتي وبنزل اللعبة اللي إحنا بدنا إياها رح ينزل معانا ملف اللعبة ملف RAR مضغوط خليني أشرح لكم بالصور كيف بنفك الضغط عن اللعبة طبعاً زي ما أنتوا شايفين بعد ما ننزل ملف اللعبة زي ما أنتوا شايفين كمثال عندي بهالصورة الملف مضغوط بصيغة RAR زي ما أنتوا شايفين بدنا نفك الضغط عنه فبنفك الضغط عنه باستخدام أي برنامج زي ما حكت لكم بعدين بعد ما نفك الضغط عنه رح يطلع عندنا مجلد بنفس اسم الملف المضغوط فبنفوت عليه رح تلاحظ أنه موجود عندك ملفات كثيرة زي ما أنتوا شايف أمامك بتدور بيناتهم إذا كان في ملف بصيغة ISO أو ISO هذا هو الملف اللي إحنا بدنا إياه إذا كان مش موجود عندك بتدور على أي ملف آخر مضغوط بصيغة RAR زي ما أنتوا شايف في عندي هالملف اللي اسمه PSY في آخره صيغة RAR فبنفك الضغطه عشان نطلع من داخله ملف الآيزو أو ISO بعد ما نفك الضغطه زي ما أنتوا شايف بندخل عليه وبتطلع عندنا كل هاي الملفات فعندك أول ملف زي ما أنتوا شايف عندي بصيغة الآيزو بإمكانك تخلي مكانه وتلعب اللعبة من البرنامج أو بإمكانك تأخذ ملف الآيزو نفسه تعمله قص أو مثلا نسخ وتحط الملف على ذاكرة الهاتف الخارجي عشان ما تتوه وانت بتدور عليه لأنه لما تدخل على برنامج المحاكي تبع الPSP بإمكانك تتصفح ملفات تليفونك كأنه مدير ملفات فعشان ما تتوه حالك بإمكانك تأخذ ملف الآيزو وتحطه على الذاكرة الخارجية من الخارج بدون أي مجلدات بعدين بعد ما نكون فكنا الضغط عن الملف وأخذنا ملف الآيزو أو ملف الآي اس او بدنا نفتح المحاكي اللي هو PPSSPP بعد ما نفتحه زي ما أنت شايف ندخل على التبويب اللي اسمه Games راح تشوف في عندك هون كثير أسماء اللي هي أسماء الملفات اللي عندك بإمكانك تتنقل ما بينهم بتدور على اللعبة اللي أنت بدك إيها اللي بصيغة آيزو أو آي اس او طبعا راح تشوف الصورة تبعة الملف على حسب صورة اللعبة إذا كان لها صورة مثلا إذا كانت لعبة God of War راح تشوف صورة God of War على ملف الآيزو كمثال إذا ملف الآيزو موجود عندك على فولدر الدونلود بإمكانك تدخل على فولدر الدونلود بعدين تكبس على ملف الآيزو وبتفتح معك اللعبة تلقائيا وبتبلش تلعب بدون أي مشاكل وزي ما أنتوا شايفين هاي في عند لعبة God of War هيني شغلتها وبإمكانك تلعب اللعبة طبعا من الكبسات اللي موجودة لمسع الشاشة أو بإمكانك كمان أنك تشبك إيد أو يد بلايستيشن لا سلكية أو سلكية ما في مشكلة بسلك الـ OTG وتلعب على تليفونك باستخدام يد لبلايستيشن عشان تصير اللعبة أسهل طبعا تشغيل اللعبة أو سرعة اللعبة باعتمد على قدرات تليفونك فزي ما أنتوا شايفين لعبة God of War بطيئة على التليفون لأن التليفون تعبان شوي طبعا ملاحظة أخيرة فقط أنه فيه إعدادات لـ Graphic أو الرسوميات بإمكانك تعدل عليها زي ما أنتوا شايفين طبعا شو الإعدادات الفضلة أو الأمثل ما فيه إشي اسمه إعدادات أفضل أو أمثل لأنه كل تليفون إلو قدرته أو مواصفاته فبإمكانك تكبس على الـ Settings بعدين بعد ما تفوت على الـ Settings أو الإعدادات زي ما أنت شايف فيه عندك أول تبويب اسمه Graphic اللي هي إعدادات لـ Graphic أو الرسوميات فهاي هي كلياتها إعدادات لـ Graphic والرسوميات بإمكانك تعدل عليهم لحد ما توصل لإعدادات مثل أو أمثل بالنسبة لتليفونك يعني تكون أفضل إشي بالنسبة لتليفونك لتشغيل اللعبة وتصير اللعبة أسرع وطبعا لهون إخواني بكون انتهت من الفيديو إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وعفادكم إذا عجبك الفيديو وعفادك ما تنسى تقيمني أو تدعمني Like, Share, Subscribe, Favorite وإراد تشترك بالقناة الاحتياطية رابطها موجود تحت الفيديو بالوصف وبرنامج محاكل PSP وبرنامج ES File Explorer أو Winrar بإمكانك تنزلها من الجوجل بلاي بشكل مجاني أو من خلال مدونتي ورابط التدويني موجود تحت الفيديو بالوصف وإذا كنت بدأك تفوت على الموقع اللي أنا بنزل منه ألعاب PSP اللي فرجتكم إياه بالشرح بإمكانك تفوت عليه وتنزل الألعاب اللي أنت بدك إياها من خلال مدونتي ورابط التدويني زي ما حكيت لكم موجود تحت الفيديو بالوصف وإلى هنا صار لازم أنهي وأحكي لكم شكرا لمشاهدتكم يعطيكم ألف عافية كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Golf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته